تلات ملفات على طولة مجلس الكابتن محمود الخطيب في اجتماعه الأول أول ملف اللي خاص بيه المقدمات العقود لنجوم الفريق اللاعبين دلوقتي يعني بيتسألوا كانوا بيسألوا ما خدناش مقدمات العقود مع بداية الموسم وتقلهم استنوا المجلس الإدارة وكل الناس دلوقتي عشان ميزانية وكل الكلام ده بيتقفل مش هيقدر المجلس دلوقتي في آخر شهر أو شهرين بيساير أعمال فمش هيقدر يصرف فلوس وكل الكلام ده عشان ده بتحطف ميزانية للمجلس القادم فده أول ملف لازم يخلصوا الكابتن الخطيب في المجلس القادم تاني ملف اللي هو خاص بيه من سيخلف الكابتن حسين غالي اللي أصبح عضوا بمجلس الإدارة من سيخلفه في شركة الكورة بعد الناس بدأت ترشح اللي يقول محمد فضل اللي يقول عماد متعب اللي يقول معرفش محمد بركات اللي يقول مين فيه أسماء كتيرة جدا عمالها تترشح لأن الشركة الكورة محتاجة واحد لي صفاتين مهمتين جدا أول حاجة يكون ابن بار بالنادي الأهلي في الأهلي بيحط الأبناء البرة فقط وده مهم جدا في المناصب الحاجة التانية أنه يبقى من نجوم النادي الأهلي يعني اسمها دي شركة الكورة وهو هيتكلم باسم الكورة وهيخش في فايلات الكورة كلها وهيبقى الكوردينيتور أو المنصق ما بين شركة الكورة وبين مجلس الإدارة وبين قطاع الكورة كله في شركة لعيبة وبعالي لعيبة وصفر واتفاقات ومدربين ولعبين وكلام كتير جدا 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 فلازم يبقى برضو النجم من النجوم المعروفين في عالم كورة القدم الأهلاوي فده من الملفات اللي برضو بيجازة الأهلي بجانب طبعا اللي اتكلمنا فيه من شوية هو التجديد بتاع موسيماني وتجديد التعاقد مع موسيماني والأهلي عازم على تجديد هذا التعاقد